طيب نشرح المثال الكليزين ونشوف الممكن يزم حقها المثال هذا هو عبارة عن سلف تمام ناخد واحد ملكيول حطنا له باس عشان نتكون عندنا الينولايت في ملاحظة عندنا في الاستر لازم نستخدم باس من نفس نوع الاستر تمام هذا صادم ايثوكسايد اوكي الصادم ايثوكسايد نحنكون منه الينولايت اوكي هذا هو الينولايت طيب نجي نفاعل الانولايت خلاص مع الاناظر مولكيول الاستر الثاني طيب اوكي هادي الكربونا اكت از نيوكليو فايل وتعمل اتاك على كربونات الكربونايت وهنا اللون بير هيجي هنا لديه نكتب بشغلش تمام طيب نكتب المركب الناتج اوكي هنا هيكون عندنا دول بوند او هنا او ايثايل هنا الرش اترابطة جديدة نخليها بالمخالب اوكي مركب هنا عندنا كربونا هادي الكربونا عندها او مينس عندها او ايثايل وعندها كم كربونا واحد اتنين ثلاثة تمام طيب بالنسبة لهدي الاكسوجين عليها نيكتب تشارج احنا قلنا لما تكون الاكسوجين عليها نيكتب تشارج عند احتمالها صح؟ ياما الاكسوجين احصل ابروتونيشين زي ما كان احصل في الالدول ياما ياما اللون بير على الاكسوجين يرجع ويكون لنا دبل بوند وتخرج هالالكوكسايل ايون هذا از قود ليفينغروب المركب ايش هيصير عندي دبل بوند او او ايثايل اوكي هنا عندنا كربونا هاذا الكربونا عندها دبل بوند او وعندها كم كربونا ثري كاربون واحد اتنين ثلاثة طيب نعمل اعادة كتاب لهذا المركب بس لان اترتب طيب هذا هو المركب المركب هذا اسمه بيتا كيتو استر هدا بزيشين الفة هنا بيتا عندنا كربوناي عشان كسمنا بيتا كيتو استر طيب طيب هذا البيتا كيتو استر لو عملنا له هيدروليسس اوكي لو عملنا له هيدروليسس هيدروليسس سواء في وسط اسد او بيس طيب نتحصل على ايش تحصل على كربوكسيليك لانه هذا استر تحصل على اوكي كربوكسيليك طيب هذا الكربوكسيليك لنا ملاحظة على الكربوكسيليك ولكن الكربوكسيليك لو كان عندنا كربوكسيليك وفي عندنا في بيتا بوزيشن كربونايل لو عملنا له تسخين يحصل إليمينيشن لسي او تو تمام؟ 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 طيب لو صار إليمينيشن لسي او تو ايش هيحصل عندنا؟ طيب هادي السي او تو هيحصل لها إليمينيشن بالتالي المركب ايش هيصير؟ كيتون كيتون تمام؟ لو نلاحظ أن احنا حولنا البيتا كيتو إستر إلى كيتون طيب ناخد مثال آخر على كليزين ناخد مثال كروست طيب في عندنا في الكروست احنا من أول قلنا أنه لازم الكيتون هو اللي يكون عنده ألفا هيدروجينوس هشن هو اللي نكون عنده إنولايت تمام؟ وفعلا هذا الكيتون في عنده ألفا هيدروجين بالتالي هنكون عنده إنولايت هنكون منه إنولايت طيب نحط البيس هنحصل على الإنولايت فورم هذي إنولايت هنفاعله مع الأناثر مولكيول اللي هو الإستر تمام؟ اللون بير هكون هنا دبل بوند هذي كربونا هي اللي هتعمل التالي كربونات الكربونات الكربونات وهنا هسيب طيب إش مع الكربونات هي اللي هتهجم؟ ليش مول أكسوجينة هي اللي هتهجم أس نيوكليفايل؟ يقول لك إن الكربونات هي مور نيوكليفايل عشان كده إحن الكربونات هذي هي اللي نخليها تعمل أتاك تمام؟ أوكي طيب نرسم مركب اللي حصلنا عليه هنا عندنا دبل بوند O في رابطة جديدة تكونت هنا نسويها بلان مخالف تمام؟ نرسم باقي المركب هنا عندنا هذي كربونا هذي كربونا عندها O مينس عندها O إيثايل اللي هو الالكوكسايد وهنا عندنا تفرع طيب بالنسبة لما نلايك سيكون الاكسوجين عليها نحن قلنا عندنا حالتين يعني ما يحصل لها زي الالدول يا إما يرجع هنا يكون دبل بوند وهذا الالكوكسايد هتخرج كالقود ليفين جروب وهذا اللي يحصل عندنا في كليزين تمام؟ هنا هيحصل ناقص O إيثايل أوكي حنحصل على هذا المركب طيب هذا المركب ايش اسمه؟ اسمه ثري داي كربونايل طيب لو نلاحظ عندنا في كليزين النتائج تختلف يعني هنا أول في المثال الأولاني كان عندنا بيتا كيتو إستر وهذا البيتا كيتو إستر قدرنا نحاوله إلى كيتون صح؟ طيب لكن هنا عندنا في ذا المثال حصان على وان ثري داي كربونايل فالأفضل ليكي في كليزين كنما تشوفي تفاعل كليزين شوفي إيش الناتج هو جا من أي ستارتنج تمام؟ مثلا هنا عندنا الوان ثري داي كربونايل الستارتنج كان عبارة عن كيتون مع إستر صح؟ بالنسبة للبيتا كيتو إستر هنا الستارتنج كان عبارة عن تو إستر لو انت كتبت هذه الملاحظات كتبت النواتج اللي تطالب في كليزين كتبت إيش الستارتنج حقها؟ داي الشي حيساعدك كتير بعدين تمام؟ خصوصا زي ما قلت لك أنه إحنا عندنا تفاعلات كتير مو بس ألدو لكليزين لس حناخد أنواة ثانية تمام؟